جه الرئيس مسعود بارزاني رسالة ندد فيها بالكارثة الوحشية التي أدت إلى استشهاد عائلة المواطن الكردي دار رؤوف الذي كان يسكن مع زوجته وكريمته في بغداد هذا نص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم للأسف الشديد تم استشهاد المواطن الكردي دار رؤوف زوجته وكريمته الذي كان يسكن في بغداد بكارثة وحشية وإذ أدين بشدة هذه الجريمة البشعة فأوجه التعزي والمواساة إلى ذوي وأقارب دار رؤوف كما أشد على أيدي أبطال المؤسسات الأمنية في مدينة أربيل لتمكنهم من القاء القفض على المجرم الرئيس بأسرع وقت ممكن